من جانبه أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري أن مصر تلعب دورا جوهريا في مجال تغير المناخ ولفت كيري إلى أن بلاده تضع ثقتها في قيادة مصر لمؤتمر كوب 27 حول تغير المناخ نحن نثق بقيادة مصر لمؤتمر الإطراف فمصر اتخذت خطوات كثيرة بالفعل وهي تضع هدف طموحة للغاية لكننا أعلننا اليوم فريق عمل مشترك له هدف واحد وهو العمل على الاجتماع الذي سيعقد في نوفمبر في شرم الشيخ هذا العام